موسيقى في مصر وفي أجزاء كبيرة من العالم العربي هناك متابعة جيدة لما حدثتها في أوكرانيا أوكرانيا للعلم هي دولة تعددها 50 مليون تقريبا أو أقل الإلان وكانت داخلها في الاتحاد سوفيتي واستقلت ضمن ما تم استقلاله بعد نيار الاتحاد سوفيتي ولكنها ظلت على علاقة بموسكو والاتحاد الروسي وصار في قوتين أساسيتين في المجتمع قوة سياسية احتفظت بولائها للاتحاد الروسي وقوة أخرى في الساحة السياسية حريصة على أنها تلتحق بالمنظومة الغربية ومسارة الاتحاد الأوروبي وبتشكل منطقة التجازب بين الروس والأمريكان هذا التجازب تجلى في الفترة الأخيرة خصوصا بعد بدأ الناس تطلع وفي صراع سياسي منذ حوالي 10 سنوات من 2004 تقريبا ولكن الذي حدث في الفترة الأخيرة أنه غرب الناس تزايد وتزايد خرجوا إلى الشوارع واعتصموا في العاصمة كيام في ميدان الاستقلال الذي أصبح مستقر في الأزهان أنه إلى حد كبير يماثل الميدان التحرير في مصر وحدثت مواجهات انتهت انتهت بأن المعتصمين فردوا رأيهم وكان البرلمان هو ساحة الصراع بين الطرفين والبرلمان في نهاية المطاف هو بتأييد من الشارع وبدعم غربي مشهود وبدعم الضغوط فأقل رئيس المهورية وأقل وزير الداخلية والنائب العام ووزير الدفاع باختصار حصلت مواجهة انتهت باختفاء أو هروب الرئيس يوبشينكو فيكتور يوبشينكو فسواء اختفى راح إلى الجزء الروسي الذي هو يتعاطق معه أصلاً أو أياً كان مصيره لكن ما يهمنا في الأمر انه هذه المتابعة التي أعادت إلى الأزهن السيناريوهات التي حدثت في دول ربيل العالم وفي مصر البودي الخاص جعلت كثيرين من المحللين يتحدثون عن دروس أوكرانيا ودور الخارج ودور ثورة الاتصال ودور التركيبة السكانية التي تضم سلاف وتضم روس وتضم تطار هذا تعددت القراءات للمشهد في الحصف الروسي حين على الأقل في مصر تتمثل هذه الزاوية في أنه الجيش يخاف عن الحياد يخوف الجيش عن الحياد حول السراع أو احتفظ للسراع بطابعه السياسي ولم يتدخل الجيش كطرف المعادلة وفي بيان على موقع ذات الدفاع ورئاس الأركام قالت أنه نحن سنقف بعيدا عن أي حيوزات وسنحتفظ بمسؤوليتنا القنية والدستورية وبالمناسبة هذا ما حدث في تونس أيضا ولهذا أنا شايف أنه حساسية البعض هنا في مصر لأنه الجيش هو اللعب الأساسي في الصحة السياسية الآن فضل أنه كان اللعب الأساسي في تغيير نظام أوعاز للدكتور مرسي وتعطيل الدستور وإلغاء مجلس الشوري أوه إلى أخيه المهم زاوية غياب الجيش وكونها حصرت السراع بين السياسيين ومعركة السياسيين هم الذين تعاركوا فيها وهم الذين تجاذبوا ووصلوا إلى ما أنجزه المجلس الشرية أو البرلمان وأنا لا أكاد أرى أنه فيه موضوع دقيق في مصر طبعا بعض الناس كانوا حساسين من حدث الموضوع ولكن لا أرى داعي لهذه الحساسية إلا أننا الذين يترقون أو ينوهون إلى غياب الجيش لا أظن أنهم بيتطلقوا إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مصر لكن على الأقل بيتطلقوا تحسين الأوضاع أو إعادة الاستقرار والسلم الأهلي في البلد لأنه في غيبة الجيش انتعشت السياسة وفي حضور الجيش صدرت السياسة وأنا بأفرق هنا بين الجيش حينما يتدخل فهو بيخول معركة بينما السياسيين لما بيتفضل المشهد فهم بيوجهوا أزمة وهناك فرق بين المعركة والأزمة المعركة فيها منتصر ومهزوم والأزمة ممكن يكونوا الطرفين منتصرين وفي المعركة بيكون أنا أو أنت في حين أنه في التفكير الأزمة ممكن نحن معا ننجح وطبعا المعركة لها ساحة وفيها دبابات وفيها مدرعات وفيها أسلات شائكة وغير ذلك مما نراه في الساحات في الشوارع المصرية الآن بينما المواجهة السياسية ليست فيها هذه الأزمة المواجهة السياسية فيها طاولة وفيها أخذ ورد وفيها تجاذب وفيها اشتكاب واشتباك يحتكب في النهاية إلى موازين القوى العادية بين القوى السياسية وإذا كان الجيش يعني يحقق انتصاره بإزاحة الطرف الآخر والقضاء عليه تماما فإنه تفكير الأزمة لا يستزم بالضرورة إزاحة الطرف الآخر تماما ولكنهم قد يبعدوه في موازين القوى عن موقع القرار ويحتوز له بوجوده في حين أن المعركة أفريقة شديدة أو مهمة بين أن وجود الجيش كيف يمكن أن يحول الساحة المواجهة إلى معركة كما ذكرت لها تداعيات في حين أن مشاركة السياسيين وفي غيبة الجيش بيجعل المعركة الطبع آخر ومسار مختلف تماما ونهايات مغيرة تماما عند الحد الأضنى فإن الحوار السياسي لا يؤمن أو لا يفترض إلغاء الطرف الآخر بينما المعركة في وجود الجيش تطرح فكرة إلغاء الطرف الآخر وإذا استخدامنا التعبيرات أو المصطلحات الشائعة في الخطاب العربي فإنه في المعركة دور الجيش يأخذ معركة تكون الوجود مبدأ أول طرف الآخر هو القضية هو المستهدف في تونس الجيش وخف على الحياة القوى المتنافسة تسرعت في الانتخابات فأهم ثلاث أعزاب اقتسم السلطة حزب تولى رئاسة الامورية وحزب تولى رئاسة الحكومة وحزب آخر تولى رئاسة المجلس التأسيسي وحتى حركة النهضة التي تولى رئاسة الحكومة بحكم أغلبيتها في البرلمان فإنها تنازلت عن حكومة مؤخرة فأنا أريد أن أقول أنه أن غياب الجيش أتاح للسياسيين أن يتحركوا بخدر طيب من الارتياح ورغم العواصف والتجاذبات والاشتباكات والإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلد إلا أنه في نهاية المطاف هذا كله تم حله على طاولة التقاون والذي استغراء أخرى طويلاً وربما أن يبرد كل الأطراف في وضعاً ما بعد الثورة الجيش تعامل فيه وخصوصاً في ذل حكم الدكتور مرسي تعامل مع المسألة بمنطق المعركة وليس بمنطق الأزمة وبالمناسبة فإنه في الموضوع الأوكراني الاتحاد الأوروبي تدخل تدخل وكان له حاضر وكان حتى اللحظة الأقيرة كان شريك في المفاوضات التي توصلت إلى اتفاق بإجراء حكومة وانتخابات رئاسية وبرلمانية وإلى آخر المحاولة التي بزالها الاتحاد الأوروبي بزالها أيضاً مع مصر لأنه مفوضة الشؤون الخارجية في تحاد الأوروبي السيدة أشتون جاءت إلى القاهرة واتتصلت بكل أطراف وزارت الدكتور مرسي في محبسه وفي يعني جاء القاهرية من مثل الحكومة البريطانية والألمانية والسويدية والدمرك فيما أذكر المهم الاتحاد الأوروبي كان حضراً في المحادثات في المشاورات التي حصلت في مصر ولم يعد سر أنه توصل الاتفاق معين يفتح منفذ يفتح باب الحوار وكان من المدخل لهذا الاتفاق كان فيه اتفاق على إطلاق صراح اثنين من قيادات تحالف الدفاع الشرعية كان الدكتور محمد سعد الكتتني اللي هو كان رئيس حزب الحرية والعدالة والمهندس أبو العلم ماضي الذي هو رئيس حزب الواسط وكان اتفاق وتحدد نوعد لإطلاق صراحهم ويعتبرهم من الأطراف يعني بين قوسين المعتدرين الذين يملكون سلطة القرار وعندهم استعداد للتفاهم وإلى آخر هذا المسار هذا المسار واناك للأسف الشديد هذا المسار توقف في اللحظة الحاسمة وبدلا من أنه يطلق صراحة الاثنين فإنه أخحم الاثنان في قضايا لا أحد يعلم أن كل واحد الآن من القيادات الداخل في عشر قضايا خمستاشر وفي نزقلة في عشر قضية المهم فكرة التفاول أو الحوار أجهضت وتم إيقافها لأنه عقل الأزمة لم يكن هو الذي يدير المواجهة ولكن عقل المعركة كان حكما وتجلى كان لهذا العقل الإقصائي تدايات كثيرة وللعلم فإنه الإعلان خارطة الطريق التي تحدثت عنها الفريق السيسي في 3 يوليو الماضي تحدثت عن حوار وطني ومصالحة وطنية لا تستسمي أحدا ولا تقصي أحدا طبعا دقيل في الخطاب السياسي الذي جرى بس في ذلك العين ولكن عمليا نحن بنجد الآن عقل المعركة الذي يتوسل بالإقصاء التام الذي يغلق أبواب الحوار ويتخذ من إجراءات القانونية وغير قانونية وسيلة ليس فقط الإقصاء الآخر ولكن للقضاء عليه تماما ورأينا هذا في مصدرة الأموال ومنع الناس من السفر والتوسع في المعتقلين الذين وصلوا عددهم إلى 21 ألف معتقل وليس هذا فقط أن تجاوز حدود تحالف الشرعية إلى أن المسار تطول لأنه أصبح بيشمل قطاعاتنا المعارضة السياسية أيضا وأقحم هؤلاء في قضايا كثيرة وبعضهم حكم عليه بثلاث سنوات أو أكثر ووجدنا أصداء لهذه لفكرة القضاء على الخصم في المعركة وليست التفاهم مع الشريك في اللعبة السياسية فرأت منطق المعركة فرض نفسه وستتبع عمليات إقصاء مستمرة طبعا الذين سقطوا شهداء هذا موضوع غير الكرحة والمعتقلين والذين أحهموا في قضايا والذين صدرت أموالهم وتطور الأمر إلى مصادرة أموال أكثر من حوالي ألف جمعية أهلية وخيرية إضافة إلى تعطيل أعمالها وهي كان تخضر كبير في رعاية الاجتماعية لا يمكن لها علاقة بما يسمى بالإسلام السياسي لكن العقل، العقل المعركة كان إخصائيا إلى حد كبير وكان متجاوز كثير لحدود الشراكة مع الوطن أو مستبعد الفكرة ولكن كان يكرس فكرة القضاء الآخر وليس التفاهم معه هذا يعمل تعقيدات كثيرة في الساحة المصرية وأظن لازلنا نعاني منها لأنه عمليا لا يوجد في الخبر الإنسانية لا يوجد مشروع سياسي أو فكرة يتم إقصائها أو قضاء عليها بقرار إداري ولا بإجراءات قانونية ممكن في أخير تموت ولكن الزمن يميتها والمجتمع يميتها ولكن ليس السلطة وليس أجهزة الأمن وده طبعا عمل تأثيره على تفاعلات وتداعيات وصلت إلى أطراف محترفات كما حدث من مجموعات موجودة في السيناء التي دخلت إلى الأراضي المصرية واتكبت بعض الأعمال الإرهابية وبعضها من شباب من الهواة الذين انخلطوا في المقاومة العنيفة لأنه ببساطة الإجراءات القمعية كما يقال دائما أن السياسة القمعية تستخلص من الناس أسوأ ما فيهم وبطاعت الناس دلوس في القمع لأنه الذي قتل له الشقيق أو قريب أو صديق أو آخره لابد أن يفكر في رد فعل معين وللأسب الشديد هذا تكرر في مجالات كثيرة في الساحة المصرية الآن الموضوع الآن هو لابد من اختيار أنه هل نحن بصدد التعامل مع أزمة أم سنستمروا في تكييف الموقف باعتباره معركة؟ إذا اعتبرناها معركة وللأسف هو ده الذي يبدو الآن من السلوك الحاصل فإنه ده بيدفعنا إلى منحدر لا يعني إلى الله وحده مصيره أو ما قاله لأنه فكرة القضاء على قوة سياسية عمليا مش ممكنة أنها ترتب ردود أفعال يمكن أن يكون لها أصداء سيئة وابلغت تكليفها بالنسبة للمجتمع إذا تعاملنا معها باعتبارها أزمة هذا سيستدعي الناس إلى أن أم يجلسوا حول الطاولة لكي يتبادلوا الحوار ويخدموا كل ما يستطيعوا لأنه الذي يغيب عن أذهان البعض في خدمة هناك شريحة عريضة أن المجتمع لها تطلعات ولا احتياجات لا علاقة لها لا بالقوى السياسية المهمة على السلبة ولا لها علاقة بالقوى المعارضة التي لها طلبت ولكن لها متطلعات حياتية ومعيشية هناك فريق ثالث كثيرون لا يلتفئتون إلى تلبية احتياجاته وخصوصا حينما يسود منطق المعركة في المواجهة في حين إذا فتحنا باب الحوار السياسي هذا يستحضر ليس فقط حقوق الطرفين ولكنه يستحضر أيضا حقوق المجتمع التي كثيرا ما تغيب في خضم هذه المواجهات والمرارات وللأسف الشديد إذا كان هذا يحتمل في بلد محدود القدرة أو الحجم السكاني فإنه تكلفته تكون عالية كثيرا جدا في بلد مثل مصر نتحدث عن 90 مليون إنسان نتحدث عن دور اجتماعي وسياسي مؤثر نتحدث عن تأثير وصدى في العالم العربي كله ودون مبلغة فإنه الانكسار أو التوتى اللي حصل في مصر للأسف الشديد بيكون صداء السلبي كثير موجود في العالم العربي وأنا بمناسبة الحصد في أوكرانيا أيضا أحب أنوه إلى نقطة أحيانا تغيب عن الأزهان أنا ذكرت أنه الاتحاد الأوروبي تدخل لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة في أوكرانيا وأنه الاتحاد الأوروبي جاء إلى مصر أيضا ساعيا إلى تحقيق نفس الهدف ولأن كانت اختلفت الاقتصادية الصعبة الأطراف الإقليمية أو الدول الخليجية التي تدخلت لمساندة النظام المصري الذي استجد بعد السقوط أو عزل الدكتور مرسي هذه الخوة العربية كانت الخليجية تحديدا كانت حريصة على استمرار نحج المعركة ورافضة لمنطق الأزمة بمعنى أنها كانت حريصة على فكرة الإقصاء بالكامل ولم تكن على استعداد لأنها تستخدم ضغطها وهي طبعا أطراف دخلت بمواردها المالية الكبيرة التي تصور البعض أنها تشكل رافعة للاقتصاد المصري وكانت دي نقطة مهمة في ترجيح كافة الإقصاء وأنا لا أتردد في القول في أن هذه الخوة حينما تدخلت في مصر لدعم سياسة الإقصاء فإنها كانت تحاول أن تطبق السياسات التي تتبعها مع مواطنيها من حيث أن هذه الدول لا تسمح بمعارضة ولا بحوال السياسي وبالتالي ترى أن الإقصاء هو السبيل الوحيد لحسم المواجهات أو حسم الخلاف السياسي في نهاية المطقف نحن أمام أزمة أصبحت معقدة ولا يكاد يبدو أن هناك في الأفق فرصة كافية لتحويله إلى أزمة الفرصة كافية للانتقال من المواجهة الإقصائية إلى الحوار السياسي ولكن هذا مصير لابد أن يحدث في وقتٍ ويبدو أن الأطراف أو على الأقل الطرف القوي غير مستعد أن يدخل في الحوار طالما أنه ليس مضطر إلى هذا أما متى يضطر إلى هذا ممكن أن تقود مجتمعية، ممكن أن تقود مقتصادية، ممكن أن تقود سياسية ولكن هذه الضرورة لم تتوفر ولهذا السبب فإن الأفق لا يبدو بعثاً على التفاؤل لحدٍ كبير ولنتمنى أن الناس تعي ضرورة الحوار قبل أن تكون مضطرة إلى هذا وقبل أن يكون الأمور تصل إلى مستوى من الظاهر يدفع فيه الوطن ويدفع فيه الناس سمناً باهزاً سبع الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا